نظم العشرات من أصحاب المزارع في طريق كربلاء والنجف الأشرف فقفة احتجاجية على قرار بلدية كربلاء بإزالة مزارعهم على الرغم من وجود عقود زراعية سارية المفعول مع وزارة الزراعة ضمن قانون الأصلاح الزراعي مطالبين الحكومة المحلية بتعويدهم عن الأراضي والأجهر التي تمت زالتها من قبل بلدية المحافظة عقودنا ما منتهيه وسارية المفعول وقاعدين بهاي المزارع من سنة 1990 وليحد هاي الساعة قبل خمس يام أو أسبوع فلشوا اللي بيوت علينا وطردوا العوائل والعوائل مهجر وهاي العوائل بالسيارة البلدية ويقولون بأمر المحافظة احنا ما اجانا بأمر رسمي من المحافظة بش هم يقولون بأمر المحافظة هذا اللي افتهمنا ذبوا ولدنا بالسجن وفلشوا اللي بيوت علي عوائلنا بالمشروح هذا صالي في عالفين سنة قال اللي قام المحافظة يوزح هاي القتال للمضهمة حزب ادعاهم ما جاءت لليجنة يتقصد شار رهاب للبيت حدى خمس ملايين قل لك هذا مليون لبسرية ما تريدين ربك مرض يهتمون بالأعلام بلنا الزراعة وحنا نأيدي الزراعة وهم قاعدين يحاربون الفلالية واليوم احنا عبارة عرضنا لعملية تقصف غير طبيعية حتى داعش ما سوتا لان تطردينك من نزرحتك تشوفهم لاكا كيف يرهدون بها الحواليك والحكومة واحنا الاصحاب الارض واللي تعبيرين مثالثين سنة ما حد يرد عليك اللي صار حاليا ايجونا خلال الليلة ويوم لا مبلغينه لا عدنا علم اكو عدنا دعوة سارية المفعول بالمحكمة احنا وياهم مفاوضات بالمحكمة بالقانون ضربوا القانون وفلشونا خلال الليلة جتنا الفوج الرابع ما يقارب عشرين سيارة سلفادور ما يقارب منشأتين جنود ما يقارب شرطة عشرين دورية بس عرضنا وقلناها محمد خنطلع عوائلنا خننقل زرعنا قاموا وشالونا ذبونا بالسجن وفلشوا ديراننا ومحوا وزرعنا وعدي هسه آليات دفنوها بير دفنوه وهجرون ما خلوا طفل حط بامر المحام